سوف نقوم بعمل لوحة جديدة مع بعض سوف نستعمل كونفا لونة أسود هذه ممكن تشتروها من أي مكتبة سوف نستعمل بالبداية نوع السفنجة نحن نسميها سفنج البحر لا أعرف عنكم بأي دولة يتابعوني ما يسمونها لكن هذه السفنجة يأتي فيها فراغات تساعدكم أن تعطيكم تكتشير حلوة على اللوحة كما تشوفوا لما نضع الألوان يأتي محل فيه لون ومحل ما فيه لون وهذا الهدف من الموضوع الحقيقة نحن هذه اللوحة اليوم هنعمل لوحة نحاول نبين فيها الضو من خلال الغابة مثل الغابة صغيرة عم نبين فيها ضو الشمس بطريقة معينة فهيدول الستابس اللي نحن هلا بدنا نمشي فيهن سيساعدوكم بطريقة سهلة وبسيطة كيف ممكن تأسسوا لوحدكم خطوة خطوة هنتابع على الخطوات مع بعض هل سيسأل ما هو اللون اللي نحن نستعمله بالنسبة للون الأبيض اللي نضعه على الكونفال لون الأسود نستعمل الثاني نستعمل جيسو الأبيض ونستعمل الأكرليك العادي يعني ليس ألوان الزيت ليس ضروري نستعمل ألوان الزيت وشو الهدف من هذا الموضوع نحن نستعمل ألوان الزيت لكننا هدفنا هنا انه الاكريليك والجيسو ينشفوا معنا بسرعة لانه بعد ما نعمل هذه الخطوة نحنا بعدين بدنا ننتظرها لتنشف مصبوط ونبدأ بالخطوة الثانية اللي حيتابعنا حيشوف شو هي الخطوات وكيف لازم تكون فمطل ما ملاحظين انا هلأ عم حط الجيسو او الاكريليك على اللوحة وركزت بالنص شوي انه يكون في ابيض اكتر من الاماكن الثانية ليش عشان بدنا نظهر الضو من هيدا المكان هلا حنبلش بي نعمل شجر بطريقة معينة انا هون بحب اقول لالناس خاصة اللي عم يتعلموا طبعا انا هون عم ساعد الناس المبتدئين بالرسم اللي بيعرف يرسم يمكن مش بحاجة انه يحضرني فما تخافوا اعملوا شجرة كيف ما بدكن الاغصان كيف ما بدكن كيف ما بتجي يطلع اغلاط ما يطلع اغلاط ما تخافوا تخرب اللوحة تخرب نرجع نعمل غيرها فكل الهدف نحن هون انه نبلش بالخطوات ونحاول نفهم كيف ممكن نمشي بانه نحن نقسس لوحة من اي توزي شو الخطوات اللي لازم نعملها هلا عم بعض ما عملنا الشجر علمناهم بس حددنا اماكنهم عشان نعرف كيف نحنا بدنا ننقسس اللوحة هلا عم نعمل شي تاني متل اعشاب نوع من العشب حيكون على طرف الطريق او الممر اللي حنحاول نرسمه سوا ازا شايفين كمان عم بستعمل هون نفس شي الجيسو وفيكن تستعملوا الاكريليك الهدف انه ينشف هلا مثل عم نعمل طرقة صغيرة طريقة صغيرة كمان عم بستعمل الجيسو او الاكريليك هذا اللي قول على الجيسو او الاكريليك لا اذكركم انه هني بينشفو بسرعة الهدف انه ينشفو بسرعة بشان نمشي على الخطوة التانية السكين هون لنعمل شوي تكسترز على الطريق هون انا الهدف اني اعمل طريق معين مثل ممر بقلب الغابة او شي هاي التكسترز تعطينا شوي تعرجات بالطريق لما بتحط الالوان بتحس بك هلا بس هنعمل اللي بعدين موصل للطريق هتحس بانه في فرق وحنعمل كمان مثل عشب هيك على الطرف شوي نحس انه احنا عم نصور من زاوية معينة لحتى تبين الصورة حلوة طبعا انا ما عم فوت بتفاصيل كتير كبيرة ولا عم عقد المواضيع يعني استعملوا نفس السفنجة اللي حكينا عليها سفنجة البحر اللي حتى تعملوا الاحشاب بطريقة بسيطة نحن هلا كل الهدف انه نحن عم نعلم الصورة عم نحدد الاهداف اللي نحن نمشي عليها بالستابس اللي بعد الخطوات اللي جاية هلا هون متل كانوا نحن عم ناسسها بس فخليكم معنا وتابعونا نحن نحاول نعمل الاغصان يمكن حدا منكم ما عنده كل انواع ريش اللي ممكن تعمل الاغصان انا عم برسم بريشة عادية فاستعملوا اي ريشة حاولوا تتابعوا احساسكم كيف لازم وين من لازم يكون شوية اعرض من مكان تاني وين من لازم يكون نرفيع الخط يعني حاولوا استعملوا الاشياء اللي اللي انتوا تحبوها جاربوها حتى لو مطلعت مظبوطة او قلبكم وعملوه اللي لازم تعملوه كل هدفنا نحن هلا انه نعمل او نوصلكم طريقة معينة لتأسسوا اللوحة فيها وتشوفوا شو الخطوات اللي لازم تتبعوها هلا بتعملوا شجرة بطريقة مختلفة بترسموا اعرض اخف نوع شجرة مختلف بتعمل نخلة بدل الشجرة عمال اللي بدك ايه المهم انه توصل لمحال الخطوات او المهارة او السكيلز اللي احنا عم نتعمل فيها بتأسيس اللوحة كفكرة انه تصلكم وهيدا الهدف اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا كما ترون احنا اسسنا اللوحة صار جاهزة ابيض واسود واستعملنا جاهزة والاكريلك المفروض تكون نشفت تماما عم نجهز هلأ لنفوت بمرحلة الألوان متل ما شايفيه عن بخلط اللون الأخضر والأصفر ممكن تستعمل اللون الأخضر باللي بدك يه اللون اللي بدك يه اختار اللون اللي بدك يه اه 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 احطيت عليهم شوية زيت اه و وخلطته متل ما شايفين بالسكين عشان نتأكد انو الزيت متخلط مع اللون بشكل كامل ممكن تفتح اللون تغمق اللون بس هلأ انتو متل ما عم تشوفو بالخطوات اللي جاية حتشوفوا كيف نحنا حنخلي محلات اللون الأخضر يكون أغنق من محل تاني محل حتشوفوا اللون الأخضر على أصفر أكتر محل ما في ضو فنحنا هون هدفنا أنه نحط الألوان فوق اللوحة بحسب نحنا ما عم نتخيل المنظر اللي قدامنا وممكن تكون عم ترسم منظر أنت شايفه أساسا فبتقدر تحدد من وين الضو جاية ومن وين المكان اللي هو فيه داركنس يعني فيه محلات غامقة محل الظل يعني محل الظل اللي هو ما فيه ضولة الشمس أو ما فيه ضو عادي فالموضوع كتير بسيط في ناس رح تسألني شغلة هل نحنا فينا نستعمل الألوان الزايدية فوق الأكريليك أو مع الأكريليك أو فوق الجيسو طبيعي فينا نستعملون لأني أنا هلأ بها اللي هو مستعملون الأكريليك قلنا بعد ما ينشف خلص صار فينا نستعمل الأولوان زي دي وبالعكس كمان بيساعدنا اللون بيمشي معنا بطريقة حلوة وفيه شغلة هون مهمة للناس اللي عمانوا تنتظر الجيسو أو الأكريليك لا ينشف ما تحاولوا تنشفوا الأكريليك ولا الجيسو بطريقة سريعة يعني فيه ناس تستعمل سشوار فيه ناس تحط مروحة فيه ناس ما بعرفش ما تحطوا تتركوا ينشف متل ما هو لأنه لما بتستعملوا شي لحتى تسرع التنشيف هذا شي مش كويس فيه محلات حتأثر عليها على الكونفا نفسها هون متل ما شايفين أنا فوق اللون الأخضر حطيت لون أسود بدي أغمق اللون الأخضر شوي الهدف أني المحل اللي فيه تزليل أنا حاب لكون لونه أغمق عشان يكون الظل واضح بقلب الصورة ففيك تستعمل لون أخضر غامق يكون جاهز وإذا ما عندك لون أخضر جاهز ففيك تحط له شوية أسود زيادة وتحط عليه شوية زيت بتخلطه مزبوط بالسكين وبترجع أنت عم تستعمل للفرشاية لازم الفرشاية تعبيها مزبوط وتكون موزع الألوان على الفرشاية بطريقة 100% متساوية هلأ مثل ما عم بتشوفو نحنا عم نزيد الظل بالأماكن اللي هي بعيدة عن الضو فنحنا هون عم نحاول نغمق اللون بالزوايا وبالأماكن اللي هو بعيد بيض ضو إذا بتتذكر أول لوحة محل ما حطينا الأكريليك أو الجيسو بالنص بس إننا بدنا نكتر شوية سبط بالنص عشان إحنا بدنا ناخد الضو بنص الصورة فنحنا الأطراف هنحاول نغمق هيدا اللون متل ما شايفين عشان يبين إنه هيدا ظل مش واصله الضو فهيدي هي الفكرة من إنه نحنا نغمق اللون بمكان ونفتح اللون بمكان تاني اشتركوا في القناة هنبلش معكم بإنه نلون الأرضية أو الممر اللي موجود من ضمن الغابة طبعاً فينا نستعمل لعدة ألوان طبعاً لون البنة والبنة الفاتحة أو الغامة هو أنسب شيء للألوان اللي هي بتظهر لون الطريق فأنا هون استعملت لون براون بني عادي فينا نفتحه ونغموقه كيف ما بدنا بدك تفتحه وفيك تزيد عليه لون الأصفر فيك تزيد عليه لون الأبيض ومثل ما قالنا فيكن تخلطوهم بالسكين تحط عليهم شوية زيت تأكدوا إنه نخلطوا مزبوط وبعدهم تستعمل بالفرشية فيك تستعمل فرشية عريضة فيك تستعمل فرشية عادية لتعيد الرسم الفرق إني أنا هلا عم استعمل فرشية أكبر من فرشية الرسم بشوي لأنه هي بتمشي معنا بيسرعها أكتر وبتغطي معنا مساحات أكتر بالرسم هون إزعب كمان بتلاحظوا أنا عم حط لون أغمق شوي هون لأن بدي يبين الظل كمان على الأرض وهلا شوي بعدين هنحاول نفتح نعطي ضو لمكان على الأرض بطريقة معينة هلا بنرجع بتشوفها بمرحلة اللي بعدها هلأ هنمتدي مع بعض بإنه نحنا نشتغل كيف بدنا نطلع الضوء من الصورة متل ما شايفين بطينا لون الأصفر فينا اللون الأصفر نلعب باللون متل ما بدنا نفتحه نغمق شوي بس حلو اللون الأصفر يبين لأنه لما نحط لون الأصفر على الكونفا فوق الجيسو مع الأكريليك واللون الأخضر اللي حطيناه فبيعمل ميكس مع بعضه ببورجيك اللون الأصفر كيف عم بيتحول لخضار بس مصفر شوي لماذا؟ لأنه نمزجوا مع بعضهم نحنا لا تنسوا نحنا نستعمل ألوان زايتية فالألوان زايتية بتنشف بسرعة فلما تحط اللون بيصير فيه نوع من المزج بين الألوان وبتشوف أنه عم بيبين فاتح على خضر فالأصفر عم بيين شوي على أخضر وهيدا هو المقصود من الموضوع فنحنا منرجع من تكرر العملية دايما منبلش من الاسبوت بالنص ومنمشي بالفرشية ستاب باي ستاب متل ما تنا شايفين بالصورة ومطلع لبرة شوي شوي يعني منمشي بالنص وبعدين مطلع لبرة شوي شوي والهدف منه إنه نحنا نوزع الألوان حوالين الضوء يعني وين الضوء جاي فنحنا بدنا نوزع الضوء حوالين هيدا الضوء بالمنطقة اللي نحنا شايفين إنه الضوء واصلها فهيدا الهدف المحلات الغامقة إذا شايفينها متل ما عملناها من شوي نحنا مع منقرب عليها اللون الأصفر ليش? لأنه هيدا المفروض إنه هو مظلل فمش رح يبين معنا المرحلة اللي بعدها هنحط في اللون الأصفر شوي لون أبيض هلا حتشوفوا كيف هتبين معنا الصورة يلي بيشوف ضوء جاي من مكان فيه ظل أو من خلال ظل دايما بيلاحظ إنه فيه وهج معين بالضو بتحسوا هيك مبين بالصورة أو الصورة أو حتى بعينك أنت عم تطلع عليه فالنون الأبيض متل ما شايفين نحنا عم نستعمله هلا متل ما حطينا اللون الأصفر والزبط من نوزعه على المكان اللي موجود فيه الضوء بقلب الصورة والهدف إنه نحنا نشوف الوهج طبعا الضوء طبعا هلا بالمراحل اللي بعدها هتشوفوا كيف حتترجع تتكون الصورة من تاني و جديد هلا فيه إشي هتشوفوها ما كتير مبينة من جوه نطلع اقصان الشجر هلا حنستعمل فرشاية كبيرة تكونوا نظيفة هايدي الفرشاية بنرجع من نوزع الألوان متكأنه عم نوزع الألوان بطريقة ونخففها يعني ما بدنا يكون اللون كله حاضق هلا قمتلاحظوا إنه بلش الإشياء اللي بعيدة من الشجر بمع وهجة الضوء بلش تتبين هلا تكونت هون عنا الضوء طبعا الأعشاب اللي موجودة حوالين المنطقة اللي جاي عليها الضوء المفروض أنه يدخلها لون شوي أصفر عشان نبين إنعكاس ضو الشمس أو إنعكاس الضوء بشكل عام على هايدي المنطقة متلنا شايفين عم حط اللون الأصفر عم استعملوا بالسكين واللون الأصفر فينا نفتحوا ونغمقوا كيف ما بدنا أنا هلا الهدف من الموضوع أنه نورجيكم الخطوات كيف ممكن تستعملوا هيدا اللون أو هايدي الألوان وشو الطريقة بالسكين ما نحط عليها ألوان كتير نحنا الهدف فس هيك شي بسيط منفوت شوي كمان لجوة على قلب الغابة مش بس منحط على الأعشاب البعيدة الهدف إنه كمان الأعشاب أو الزرع أو الأشياء اللي موجودة بالغابة طبعا بتتأثر بلون الضوء فبتغير ألوانها للعين متل ما شايفين بالصورة بتمنى تكونوا عم تسفيدوا من الخطوات اللي عم نعملها واتمنى تجربوها واتمنى كتير منكم وكتير منكم قبل هلأ شاركوني أشياء جربوها وكانت عمليات ممتازة ممتازة هون إذا ملاحظين عم نحاول نضيف على لون الطرق أو الطريق أو الممر انعكاس الضوء معين اللي جاي من بعيد ما بنا نغطي طريق كله جزء بس اللي هون نحس إنه جاي علي الضوء أحجار اللي موجودة على أطراف الطريق شوفوا وين الأماكن يعني كيف أنت موضوع الحجر من وين جاي الضوء بعكس الضوء منغمي اللون منحط لون أسود لون بني غامق منمزج البني شوي مع الأسود منخليون يكونوا مثل ميكسد مع بعض ممزوجين من ميلة اللي تحس فيه الضوء بتحط الألوان الفاتحة بتحط بني فاتح بتحط فوق شوي أبيض مثل ما بتشوفوا الطريقة اللي نحن عمنا نستعملها شكرا شكرا بعدما خلصنا وهج الضوء والألوان وخلصنا كل شيء الشجرة القريبة اللي علينا حبينا نحن نحدد نورجي إنه هي بعكس الضوء يعني هي قريبة علينا أنت عم توقف في الصورة دايما في في جزء من الصورة المفروض يكون قريب على عينك فهيدي الشجرة هي قريبة للعين وبعيدة عن الضوء فمننا هي موجودة من وكمان هذا بساعدنا على تحديد المسافات لما أنت عم تحدد هذه الشجرة عم نعمل سبيس عم نورجي إنه في مسافات بين بعضهم للشجر مش مشكلتهم موجودين بمكان واحد مش تأثير تضوء عليهم كلهم واحد تلاحظوا على الأطراف الشجرة اللونها أسود بدرجة أقل من هذا اللي عم نعمله هلا لأنه قريبة من الضوء لجوة أكتر بتلاقي الشجرة اللون السواد فيها أخف أكتر وقريب للون مثل هافي نحن نقول عليه لماذا؟ لأنه كمان قريبة من الضوء أكتر وأكتر فكل الهدف أنه نحن نورجي بهذه الخطوات اللي عملناه هون كيف منظهر الضوء وضوء الشمس أو ضوء النهار أو ضوء اليوم وكيف من نحدد الظل بالصورة ومو أي حدا ممكن يرسم شجرة أي حدا ممكن يرسم زهرة أي حدا ممكن يرسم أي شيء هدف من اللي عملناه اليوم أنه نحن نظهر الضوء ونظهر الظل وهذه المهارة اللي حبينا نتعلمها اليوم مع بعض هنضيف هيك شوية أزهار على الصورة بشكل بسيط متل ما شايفين حبيت شارككم هايدي الإكسبرينس حبيت شارككم بعض المهارات البسيطة اللي هي ممكن تساعدكم بتأسيسوا لوحة فيه ناس بتبلش تشتغل باللوحة بس ما بتعرف كيف تتخلصها فيه ناس حابة تعمل بتعرف ترسم شجرة بتعرف ترسم زهرة بس ما بيعرف كيف يحطوهم بلوحة فكان الهدف من هيدا إذا بدنا نقول إنه نحنا نعلمكم بعض الخطوات أو نساعدكم بينكم تعرفوا بعض الخطوات ونتعلم مع بعض بعض الأشياء اللي نحنا بحاجة إنه نعرفها عن الرسم إن شاء الله يكون اللي عملنا عجبكم بتمنى إذا حدا عجبوا وحابة بدوا ينفذوا ويشارك معي شو عمل يبعث لي يسألني أي حدا بدوا يسألني أسئلة فيكن تسألوني الأسئلة على صفحتي على الفيسبوك أو إن كان على اليوتيوب فيكن تبعثوا الأسئلة اللي بدكم إياها وبتمنى قدر رد على كل العالم إن شاء الله اللي عملنا يكون عجبكم وبشكركم لمتابعتكم وبتمنى أن تتابعوني على طول شكرا لكم 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 شكرا لكم